السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياتي الزهراني وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغيني المادة لغتي موضوع الدرس نشاطات التهيئة ثالثا ورابعا خير ما نبدأ به دائما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي وهذا هو الفهرس فائدة الفهرس أنه يوجهنا إلى رقم الصفحة إذن يا أصدقاء نحن هنا في هذا الفهرس في نشاطات التهيئة تبدأ من الصفحة رقم تسعة عشر كما تشاهدون هنا نحن في مدخل الوحدة نشاطات التهيئة رقم الصفحة التاسعة عشر هذا هو غلاف وحدتنا الوحدة الأولى وهي أول وحدة في الفصل الدراسي الأول كما تشاهدون ما هو عنوان وحدتنا أحسنتم عنوان الوحدة أقاربي كم رقم الوحدة ممتاز رقمها واحد لأنها أول وحدة في الكتاب لدينا هذه الآية التي تحثنا على ماذا يا رائعين ممتاز تحثنا على البر بالوالدين وماذا أيضا تنهان عن ماذا عن لا نقول لهما أف ولا ننهرهما وكما تشاهدون في هذه الصورة من هؤلاء أحسنتم هذه عائلة فواز ونورة كما يبدو في هذه الصورة أبو فواز وأم فواز نورة فواز وأخوهم الصغير وجد فواز وأيضا جدة فواز إذن هذه عائلة فواز هؤلاء العائلة أو هذه العائلة هم أقارب من؟ أقارب فواز ونورة رائعين تربطهم بهم صيلة رحم والتي سنتعرف عليها إن شاء الله في الدروس القادمة هذا هو دليل الوحدة في دليل الوحدة موجود في كل وحدة دليل وكل دليل يوجد به الكفايات المستهدفة يهمنا يا رائعين منها أن نتعلم كيف نتحدث ونعبر وأيضا سوف يهمنا أيضا فيها بعض من التراكيب اللغوية وأيضا بعض من الاتجاهات والقيم إذن درسنا اليوم إن شاء الله لازلنا في نشاطات التهيئة أخذنا في الدرس الماضي أولا وثانيا أما درسنا اليوم إن شاء الله فسوف يكون ثالثا ورابعا قوانيننا الصفية هي بنا الآن نجلس في مكان هادئ ونستمع إلى شرح المعلمة ونحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص هيا نستعد لدرسنا لهذا اليوم والذي هو درس شيق وسوف تتعلمون فيه أو منه بعض من الاتجاهات والقيم الرائعة هيا يا رائعين مستعدين إذن سنتعلم اليوم إن شاء الله واحد نكتب أسماؤنا في الدائرة ثم نصلها بأقاربنا اثنين نلون صورة الجد ثم نكتب الكلمة ثلاثة نبدأ بإنجاز مشروع الوحدة الأولى لاحظوا يا رائعين هذه الصور التي أمامكم أريد منكم أن تلاحظون هذا كما نعرف هذه الشخصيات من هي؟ من هؤلاء؟ أحسنتم هذا والد والد فواز ممتاز نعرفه جيدا من الصف الأول وأيضا هذا فواز ممتاز وهذه الجميلة صاحبة الشعر الأحمر نورا رائعين لاحظوا يا أصدقاء أن هذه العائلة الجميلة ماذا تفعل؟ مما يبدو لكم في الصورة؟ أحسنتم يزورون عائلة أخرى مكونة من الآب وولد وبيت وكأن هناك علاقة تربطهم ببعض ما هي تتوقعون؟ أحسنتم ربما أنها عائلة قريبة لهم تصلهم أو تربطهم بهم علاقة قربة إذن يبدو أن هذا الرجل هو أخ أبو فواز إذن العم أخ الأب هل هو يربطنا به صلة رحم؟ هل هو قريب لنا؟ من نقول له عم وخال؟ هيا أصدقاء أحسنتم هؤلاء هم أقاربنا وأيضا إذا كانت هذه ابنة عم نورة هل هي صديقة أم قريبة؟ ممتاز إذن هي قريبة تقرب لها تربطها بها صلة قربة لأنها ابنة عمها وكذلك فواز فهذا ابن عمه إذن الصلة بينهما صلة قربة لاحظوا هذا هذه الصورة ما الذي يبدو لكم في هذه الصورة من خلال ما ترون؟ هل هذه هي غرفة الضيافة في المنزل مثلا؟ ممتاز ليست غرفة الضيافة تبدو ماذا؟ فصل دراسي أحسنتم هذا الرجل ليس أبو فواز ماذا تتوقعون؟ رائعين هذا هو المعلم إذن المعلم والطالب ما هي العلاقة بينهما؟ ما هي الصلة؟ أحسنتم صلة معلم بطالبه صلة أو علاقة تربطهم بالتعليم وبالاحترام ولكن هل هو قريب له؟ ليس بقريب ليس كما العم والأخ إذن هنا ليست علاقة قربة لاحظوا أيضا هنا فواز وهذا الولد الذي يصافحه ما هي العلاقة بينهما؟ ما هي الصلة؟ أحسنتم أصدقاء في المدرسة هل هي علاقة قربة؟ ليست علاقة قرابة لا يقرب له لأنه ليس ابن عمه وليس من أي من أحد يقرب لهذه العائلة وننظر أيضا إلى هذه الصورة كما قلنا هذه عائلة ما؟ عائلة أبو فواز إذن علينا أن نفرق بين الأقارب والأصدقاء كما تشاهدون في هذه الصور وأيضا فيما سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم درسنا اليوم مكون من صفحتين الصفحة الأولى هي رقم 20 والصفحة الثانية 21 لاحظوا معي في الصفحة رقم 20 نشاطات التهيئة انتهينا من أولا وثانيا الآن لدينا ثالثا وأيضا رابعا أريد منكم أيضا أن الآن تطلعون على هذه الصفحة في الكتاب لمشاهدة محتويات درسنا لهذا اليوم نفتح الكتاب الآن ممتاز على الصفحة رقم 20 وركزوا معي الآن إذن هذه الصفحة رقم 20 نقرأ الآن الفقرة يا أصدقاء اقرأوا معي هيا الفقرة رقم 3 نحن لازلنا في نشاطات التهيئة الفقرة الثالثة نقرأ الآن معي أكتب اسمي في الدائرة ثم أصلها بأقاربي إذن ما هو المطلوب؟ ماذا يطلب منا؟ ماذا تطلب منا هذه الفقرة؟ أحسنتم يا رائعين إذن ركزوا معي الآن سوف تقومون بكتابة أسمائكم أين ستكتب اسمك؟ وأنت أين ستكتبين اسمك؟ سوف نكتب أسماؤنا هنا بعد أن ننتهي من كتابة أسمائنا أسماؤنا سوف نقوم بإيصال اسمي بالقريب فقط لا نقوم بإيصال أسماؤنا إلى من ليس له علاقة بنا بصلة قرابة دعونا الآن أولا قبل قراءة أو قبل كتابة الاسم دعونا نقرأ هذه الكلمات التي بداخل المربعات هيا نبدأ الآن بسم الله بهذا الاتجاه هذا الاسم اقرؤوه الآن حاولوا أن تقرؤوه خالي أحسنتم خالي ممتاز الاسم الذي يليه هنا حاولوا اقرأوا الآن أمي أمي ممتاز نقرأ الاسم الذي في المربع الثالث اقرأوا الآن هيا رائعين عمي عمي ممتاز عمي المربع الذي يليه جدي 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 ممتاز الذي يليه المستطيل الذي يليه جميعها مستطيلات نقرأ الكلمة مُعَلِّمَ مُعَلِّمَ مُعَلِّمَةِ مُمْتَاز بُعْلِّمَةِ التي تليها نقرأها نقرأها حرف حرف لكي تقرأ الكلمة كاملة جَ دَ جَدَّةِ جَدَّةِ مُمتاز هيا نقرأ هيا نقرأ جَ رِ جَارِ مُمتاز التي تليها أَ أَب أبي مُمتاز أبي التي تليها هيا عَ عَمَّةِ عَمَّةِ مُمتاز والكلمة التي تليها مُمتاز علينا يا أصدقاء أن نقرأها مضبوطة بالشكل لكي نتمكن من قراءة الكلمة بطريقة صحيحة مُمتاز عَلِّمي مُعَلِّمي الكلمة التي تليها نقرأ أَ خِي أخي أخي الكلمة التي تليها صَ صديقي صديقي مُمتاز الكلمة الأخرى خَ خَ لَتِي خَالَتِي خَالَتِي رائعين آخر كلمة نقرأها الآن الكلمة هنا أُخْتِي أُخْتِي مُمتاز الآن قرأنا هذه الأسماء جميعها هذه الكلمات الموجودة بالمستطيلات بعض هذه الأسماء هم أقارب لنا وبعض هذه الأسماء ليست بأقارب لنا لا يقربون لنا عندما سنكتب اسمنا هنا سوف نقوم بإيصاله فقط بمن يقرب لنا هيا الآن يا رائعين معكم دقيقة واحدة لكتابة اسمكم في هذه الدائرة وتقومون بإيصال اسمكم بصيلة أو بمن يربطكم بهم صيلة قرابة نصلها فقط بأقاربنا هيا يا رائعين نبدأ الآن دقيقة واحدة تبدأ من الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذا انتهيتم يا رائعين من كتابة أسماءكم أنا مثلاً الآن سوف أقوم بكتابة اسمي وأرى معكم إن كنا قد قمنا بإيصال أسماؤنا بأقاربنا أو بأشخاص آخرين لا تربطنا بهم صلة قرابة سأكتب اسمي الآن حياة خالي خالي أخو أمي هل تصلني به قرابة؟ أحسنتم هو يقرب لي إذن خالي سوف أقوم بإيصال اسمي بخالي أمي هيا رائعين أمك وأمها وأمك أنت أيضا إذن أمي أمي هي قريبة لي إذن أقوم بإيصال اسمي بأمي عمي من هو العم؟ أخو أبي أحسنتم هل يقرب لي؟ تربطني به صلة قرابة وصلة رحم أحسنتم إذن أقوم بإيصال اسمي بعمي جدي من هو الجد؟ الجد هو أبو الأم أو أبو الأب إذن هل هو قريب لي؟ أحسنتم يا رائعين إذن سنقوم بإيصال الاسم بأل جد معلمتي هيا أصدقاء معلمتي أنا معلمتكم هل أنا قريبة لكم؟ هل بيني وبينكم علاقة قرابة؟ أم أو خالة أو عمّة؟ بالطبع لا أحسنتم هل أقوم بإيصال الاسم بالمعلمة؟ لا ممتاز إذن أنا لن أقوم بإيصال اسمي بمعلمتي لأنه لا تربطني بهاصلة قرابة جدتي جدتي من هي الجدة؟ أم أمي أو أم والدي أبي هل تقرب لي؟ أحسنتم لي علاقة بها علاقة قرابة إذن سأقوم بالإيصال جاري جاري من هو الجار؟ من هو؟ أحسنتم الجار هو الذي يسكن بجوار منزلنا إذن الجار هل تربطني بهاصلة قرابة؟ كالعم والآخ؟ لا إذن لن أقوم بإيصال اسمي بجاري أبي هيا رائعين أبوك وأبوك هل نقوم بإيصالها؟ نقوم بإيصال اسمنا بالأب؟ أحسنتم نقوم بالإيصال لأن أبي والدي تربطني به صلة قرابة عمتي من هي العمة؟ أحسنتم عمتي هي أخت والدي إذن نقوم بإيصال أم ماذا؟ أحسنتم سوف نقوم بالإيصال معلمي معلمي كمعلمتي هل تربطني به صلة قرابة؟ هل هو عم؟ ليس عم وليس خال إذن هو لا يقرب لي هل أقوم بالإيصال؟ لا لن نقوم بالإيصال الاسم بمعلمي أخي أخي أحسنتم يا رائعين أخي تربطني به صلة قرابة سوف أقوم بالإيصال صديقي صديقك في المدرسة وصديقتك في المدرسة هل تصلك به صلة قرابة؟ أو تربطك به صلة قرابة؟ لا إذن هي ليست من أقاربي هل أقوم بالإيصال؟ ممتاز لن نقوم بالإيصال خالتي من هي خالتي؟ أحسنتم خالتي هي أخت أمي هل تقربوا لي؟ أحسنتم نقوم بإيصال الاسم بخالتي أختي أختي التي معي في المنزل هيا رائعين هل تقربوا لي؟ أحسنتم طبيعي أنها تقربوا لي إذن سأقوم بإيصال الاسم بأختي هكذا سوف نقوم بإيصال أسماؤنا بأقاربنا فقط هيا نقوم الآن يا أصدقاء بالإيصال إذا كانت إجاباتكم صحيحة كما وضعتها لكم الآن كافئوا أنفسكم ضعوا نجمة ارسموا نجمة أو نجمة ملسقة يا رائعين ومن لدي خطأ يقوم بمحوة وتصحيح الخطأ انتهيتم الآن سوف ننتقل إلى النشاط الذي يليه وهو نشاط جميل وشيق ورائع سوف نقوم بالتلوين علينا الآن إحضار الألوان الخشبية أو الألوان المائية كما تعلمتم في التربية الفنية كيف تقومون بالتلوين هناك قوانين بسيطة تعلمنا كيف أننا نلون بشكل جميل عندما نلون نلون في داخل الرسمة ولا يخرج اللون خارج الرسمة لكي يكون لوننا رائع ونختار أيضا الألوان الجميلة والمناسبة والزاهية لكي تكون رسمتنا رائعة كذلك في لغتي هناك بعض من الرسومات التي تدفع فينا التشوق وإلى التلوين لكي تكون الرسمة أكثر جمالا سوف نرى الآن في النشاط رقم أربعة في الصفحة يا أصدقاء رقم واحد وعشرين نفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم واحد وعشرين نحن في نشاطات التهيئة الفقرة الرابعة أولون صورة الجد ثم أكتب الكلمة سوف نستخدم الآن الألوان يا رائعين لديكم الآن الرسمة أو الصورة موجودة أمامكم في الكتاب كم شخصية موجودة هنا نعد هذه الشخصيات لنرى هيا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لدينا خمس شخصيات الشخصية الأولى من هو؟ من هذا الشخصية يا رائعين؟ أحسنتم هذا هو الجد وهذه من؟ هذه صديقتنا نورى ممتاز وهذا من؟ ممتازين هذا هو صديقنا فواز وهذا؟ من؟ رائعين هذا هو أبو فواز وهنا من؟ هذه أبو فواز ونورى ممتاز ولكن عندما نريد الآن أن نلون هل سوف نقوم بتلوين جميع هذه الشخصيات؟ أحسنتم ممتاز لا نقوم بتلوين هذه الشخصيات جميعها إنما ماذا طلبت مننا هذه الفقرة الرابعة؟ نلون سورة من؟ أحسنتم فقط نقوم بتلوين سورة الجد بإمكانكم يا رائعين أن تعودوا إلى غلاف الوحدة غلاف وحدتنا الأولى أو أيضا على غلاف كتابنا كتاب لغتي انظروا إلى ملابس الجد هل رأيتم الآن ألوان ملابس الجد؟ ممتاز أريد منكم يا رائعين أن تقوموا بالتلوين الجد كما ترونه في غلاف الكتاب وأيضا غلاف الوحدة هيا يا رائعين معكم الآن دقيقتين للتلوين وأيضا أذكركم بأن نلون كما تعلمنا في التربية الفنية ترون هذا الحاجز أو هذا الخط في نهايات هذه الصورة علينا أن لا تخرج الألوان عن هذه الحواف للرسمة لا تخرج يا أصدقاء لكي يكون تلويننا جميل ورائع نلون فقط بالداخل ثوب الجد وأيضا نظارة الجد وأيضا عصى الجد هيا قوموا بالتلوين الآن بشكل جميل ورائع بعد أن ننتهي نقوم بكتابة كلمة جدي لاحظوا هذه الكلمة هنا سوف نقوم بكتابتها في هذا السطر بخط واضح ونكتب على السطر ولا ننسى نقاط الحروف والضبط بالشكل والنقاط جدي نكتب بخط جميل هيا يا رائعين ممتاز انتهينا لدينا أيضا في نشاطات التهيئة أنجز مشروعي أنجز مشروعي أنا سأقرأ وأنتم أيضا اقرأوا معي يتعاون الطلاب بعد تقسيمهم مجموعات في واحد اعداد بطاقات تحوي جملا قصيرة تعبر عن حب الطالب لأحد أفراد الأسرة أو الأقارب اثنين اعداد مغلفات توضع فيها البطاقات التي يعدها الطلاب يختار كل طالب بطاقة ويضعها في المغلف المناسب ثم يسلمها لمن يختاره من أفراد أسرته أو أقاربه هذا يا أصدقاء هذا المشروع يبدأ معنا من اليوم من بداية الوحدة الأولى إلى أن ننتهي إن شاء الله من الوحدة الأولى إذن سوف نقوم إن شاء الله سوف تقومون بتقسيم أنفسكم أو معلمكم يقوم بتقسيمكم إلى مجموعات والطلاب الذين يتلقون التعليم عن بعد سوف يتعاونون مع أفراد أسرتهم في تنفيذ هذا المشروع وهذا يستمر معنا إلى نهاية الفصل الدراسي الأول عفوا للوحدة الأولى إذن يا أصدقاء نتعاون بما هو مطلوب هنا تعلمنا اليوم كتبنا أسماءنا في الدائرة ثم أوصلناها بأقاربنا اثنين لوننا صورة الجد ثم كتبنا الكلمة ثلاثة بدأنا بإنجاز مشروع الوحدة الأولى انتهى درسنا لهذا اليوم يا أصدقاء ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر